أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بقيمة الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة للدولة وخلال استعراضه تقرير من وزارة الثقافة حول مشاركتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من المحافظات أشار مدبولي إلى اهتمام الدولة ببناء مختلف شرائح المجتمع تعليميا وصحيا وثقافيا انطلاقا من أن الثقافة هي أساس قوة مصر النعمة وثروة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين هذا وتضمن التقرير تنفيذ الدولة 600 نشاط ثقافي في أربع محافظات وذلك بالتعاون مع عدد من الوزرات وجهات المعنية